أكرم شاب صالح من قرية ريفية توفي والده وهو في الجامعة فقام عمه بالإنفاق عليه حتى تخرج وعمل معلما بالعاصمة وهناك استأجر شقة وتزوج من جارة له وبعد أن رزق بطفل طلبت منه زوجته أن يذهب لعمه ويطالبه بميراثه وإن رفض يشتكيه في المحكمة ولكنه رفض طلبها وقال لها عمي له الكثير من الأفضال علي وقد منع إعطاء الميراث بسبب غضبه مني لأنني لم أنفذ اتفاقه هو وأبي على أن أتزوج ابنته وإن شاء الله سيزول هذا الغضب ويسلمني ميراثي في يوم ما ولن أكون قاطعا لعمي بل سأصله وإن قطعني عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وبعد عام زادت المشاكل بين أكرم وزوجته وأصبحت تسيء إليه وتعايره بضعفه وتخبره بأنها تكرهه وتندم على زواجها منه ومع ذلك كان أكرم رغم غضبه منها يسامحها من أجل ابنهما وفي صباح يوم ذهب أكرم إلى عمله وهناك اتصل به عمه وطلب منه المجيء إليه ليسلم له ميراثه فأراد أكرم أن يفاجئ زوجته بالخبر وقدوم الفرج ولكنه انتظر حتى يذهب إلى عمه وينهي كل الإجراءات ثم يعود ويخبرها بأنهما أصبح من أصحاب الملايين ربما عاد إليها عقلها استقبل العم أكرم أحسن استقبال وقد حزن أكرم كثيرا عندما علم أن ابنة عمه رفضت كل من تقدم لخطبتها على أمل زواجها منه وبعد أن استلم أكرم الميراث بات ليلته وعاد صباحا لشقته ففوجئ بزوجته قد أخذت كل محتويات الشقة وتركت له رسالة تطلب فيها الطلاق إن أراد أخذ ابنه ذهب أكرم لبيت أهل زوجته وهناك وجد المأذون ينتظره فطلب من زوجته أن تراجع نفسها من أجل ابنهما ولكنها رفضت وأخبرته أنها ستسلمه ابنه انطلقها لتبدأ حياتها من جديد بدونهما فقام أكرم بتطليقها وأخذ ابنه وعاد لقريته وتقدم لابنة عمه بعد أن حكى لأسرته ما كان من زوجته فوافق العم وابنته التي وعدته بالاهتمام بابنه كما لو كان ابنهما وبعد شهور عدة طليقة أكرم بيوم واحد اكتشف أنها تزوجت من صديق شقيقها وعلم أنه من حرضها على افتعال المشاكل وطلب الطلاق وبعد زواج أكرم من ابنة عمه بأسابيع قام زوج طليقته بالاعتداء عليها وتطليقها لأنها رفضت إعطاءه أموالا ينفقها على الخمر والمخدرات فحزنت وندمت لأنها باعت زوجها الصالحة برجل سكير وزاد ندمها عندما علمت أن أكرم قد أصبح من الأثرياء وتزوج من ابنة عمه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير